قادة الصحافة الأجنبية والأمريكية في الفترة الأخيرة حملتنا ضد المملكة العربية السعودية بعد قرار أوبيك بلاس بخفض إنتاج النفط لما يترتب على هذا القرار من تداعيات سلبية على الولايات المتحدة الأمريكية وانهالت تصريحات المسؤولين الأمريكيين التي تحمل المملكة مسؤولية هذا القرار لكن في تصريح مستغرب هاجم السيناتور الأمريكي تيد كروز الرئيس الأمريكي جو بايدن وسياسة إدارته الخارجية وكأنه يحمله مسؤولية ما يحدث كما وصف تصريحاته توجه المملكة بعبارات جريئة فما الذي قاله؟ بدأت أسعاره ترتفع تدريجيا بسبب ما فعله الروس والسعوديون لكني لم أنتهي من ذلك هذا التناقض بالتصريحات الأمريكية توجه المملكة يبين الهوى بين كل من الجمهوريين والديمقراطيين حول موقفهم من السعودية إليكم كيف ظهرت ردود فعل الطرفين؟ صرح السيناتور الأمريكي تيد كروز في مقابلة أجرها على قناة فوكس وقال فيها إذا نظرنا للسعوديين السعوديون يريدون أن يكونوا أصدقاء لنا بايدن بذل كل ما باستطاعته لمهاجمتهم ومنع بيع أسلحة لهم بايدن قال إنه سيجعل المملكة العربية السعودية منبوذة إنها حماقة وتابع قائلا ليس ذلك فقط بايدن يبذل كل ما بوسعه ليمنح إيران مليارات الدولارات ويسمح لهم بامتلاك سلاح نووي الذي يخشى السعوديون بأن الإيرانيين سيستخدمونه ضدهم لذا من غير المفاجئ على الإطلاق وبعد أن قام بايدن بإهانتهم وأسخر منهم وشيطنهم أن يقولوا اذهبوا وقفزوا في بحيرة فنحن سنقلص إنتاج النفط وأضاف إذا كان لديك سياسة خارجية جدية لكنت أحسنت معاملة الأصدقاء في حين تعامل الأعداء بصورة سيئة إلا إن بايدن فعلى العكس وندعو إيران باعتبارها دولة جارة يربطنا بشعبها روابط دينية وثقافية إلى التعاون مع دول منطقة التي تكون جزء وفي إطار متصل إن الهجوم على السعودية منذ أن اتخذت أبك بلاس قرارها لم يكن هو نفسه بين الديمقراطيين والجمهوريين إذ شن مجموعة من المشرعين الديمقراطيين هجوماً على السعودية وطالبوا بخروج الجيش الأمريكي من السعودية كما قدموا قانون الشراكة المتوترة الذي فرض إزالة جميع القوات الأمريكية ليس فقط من المملكة بل أيضاً من الإمارات بينما كانت ردود فعل الجمهوريين مختلفة وقد وضحها النائب الجمهوري دان كرينشو عندما ذكر بأن إدارة بايدن تتعاون مع إيران من أجل إعادة الاتفاق النووي السخيف وتابع ماذا كنا نتوقع فالعلاقة مع السعودية هي علاقة سياسية واقعية وهي قائمة على المصالح المشتركة إذا أفسدت هذا التوازن فسيتفاعلون مع ذلك وهم بالفعل يفعلون ذلك أعتقد أنه كان خطأاً فادحاً للرئيس السابق ترامب حينما انسحب من الاتفاق اشتركوا في القناة